وليه كده زي الحواوش بس هاي مش حواوش هاي بالجلاش هنعمل لها حشوة ونقسمها وحدات يعني عندي جلاش لحوة مفرومة بصل فلفل سمنة جبنة ارفة وجنزبيل وملح وفلفل احنا هنا كده هنجيب معلقة من السمنة وسط كده نصيح لها سمنة برضو علشان ورقة الجلاش نجيب هنا بصلايا كبيرة مقطعه صغرنا القوي او مبشورة نقطعها شوية ملح سو كده هنزل عليها فلفل رومي يتشوح مع البصل اهي كده وجهز وسيفهم ورقتين او تلاتة بالكتير خليهم تلاتة عشان تبقى ايه؟ تبقى فيها شوية ورق لان انا الحادي بحب الورق فيه بقى كتير شوية غير الحلو الحلو لا ممكن تبقى ورقة واحدة بس كده واخلي الورقة اللي ما فاشتها من فوق نزل بقى لحوة مفرومة وهنزل توابلها جنزبيل وقرفة ومالح وفلفة دايما القرفة اقلم الجنزبيل نخلي بنا وحب نعمل الكلام ده شوية فلفل اسود ماشي واقلب بقى كده كويس جدا اه انا عندي هنا تلات ورقات من الجلاش حاطب بين كل ورقة ورقة مسحة من السمنة واخر ورقة معلاش مسحة اه اخدت هنا اللحمة المفرومة عصقتها مع بصل وفلفل عادي خالص هاخد كده هنا جزء كده وعليها جبنة هقاية لقى يعني ممكن نحط الجبنة ممكن ما نحطش وبعدين نطبقها كده نسحم نسمة كده كده عشان كده بقولك دي تبقى ايه بتبقى شبه الحواوشي شوية بس على تقيل بقى حبة اه بين كل ورقة وورقة مسحة من السمنة فبتبقى ايه بس حلوة جدا كاسة ندودش على بعضه ايه بس حلوة جدا كده ماشي وديها مسحة من هنا كده وهروح مدخلها الفرن طبعا يدوبك سوى الجلاج بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة